الكثير من اللبنانيين يساعدون للتخلي عن أصنافنا اعتادوا تناولها على موائد الإفطار خلال شهر رمضان بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغدائية كما أوضح عدد من المتسوقين صحة الفتوش عم بيكلف أكثر من 15 و20 ألف منهم بدوا يجيبها الفقير عم نقدر نجيبوا إيه رحمة رابطة خبط ما باع فينا نجيبها والله عم ندليل نظهر على السوق لنجيب أكل ووفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان تضاعفت تكلفة المواد الغدائية في لبنان أربع مرات خلال العام الماضي في حين ارتفعت أسعار الملابس والمعدات المنزلية والمفروشات ستة أضعاف هذا ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة إن عكست في انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي هذا الانهيار الحاد للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان أججا غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية